خلونا بقى نروح نشوف أصداء هزيمة الزمالك النهاردة إيه اللي حصل بيقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تفعيل القرار المؤجل من يومين بإقالة المدير الفني البرتغالي جوزبالدو فريرة وجهازه المعاون من اللاعبين الأجالب بما فيهم كمان مدرب اللياقة البدنية وكمان بيقرر نادي الزمالك بتعيين جهاز فني جديد بقيادة كابتن أسامة نبيه للفريق الأول خلونا نشوف كده سريعا تشكيل الجهاز الفني الجديد اللي تم تقريره يعني النهاردة عندنا أسامة نبيه هو طبعا زي ما قلنا مدير الفني مدرب مساعد حسين ياسر وإحنا كنا شوفنا حسين ياسر في المطش القمة بين الأهلي والزمالك على مقاعد الإدارة الفنية لنادي الزمالك بيتعين مدرب مساعد حسين ياسر مدرب مساعد محمد صبري كمان محل الأداء محمود فايز وعايزين نتكلم هنا على محمود فايز بس خلينونا نروح نشوف مدرب حراس المرمى أيمن طاهر وحيتم التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي اللي حصل مع محمود فايز أنه كابتن أسامة نبيه اتصل بكابتن محمود فايز على أساس أنه يكون معاه كمدرب عام في الجهاز الفني فكابتن محمود فايز أبدأ موافقته المبدئية أنه يكون مع كابتن أسامة نبيه في الجهاز الفني لنادي الزمالك كمدرب عام لما نزل القرار بتشكيل الجهاز الفني لنادي الزمالك كابتن محمود فايز فوجئ أنه هو منوجود في منصب محل الأداء فاعتذر عن تولي المهمة طيب خلونا نقول أن ده التشكيل الرسمي حتى الآن يعني ده التشكيل الرسمي حتى الآن مدير فني أسامة نبيه مدرب مساعد حسين ياسر مدرب مساعد محمد صبري محل الأداء اللي هو عتذر محمود فايز هو معناه مدرب حراس مرمى أيمنطار وي بيتم السعي اللي يتعاقل مع مدرب أحمال أجنبي طيب ده بالنسبة فيما لا وصله بتعيين الجهاز الفني الجديد لجزبالدو وفيريرا